ماذا لو لم يقوم محمد علي أو يقوم محمد علي بمسبحة الألعاب نفس السؤال بسأله لكل واحد ماذا لو لم يقوم الشعب المصري مدعوماً بإرادة الجيش المصري بصورة 36 شكل مصر كان هيبقى إيه شكل الإعلام بتاعنا اللي احنا كنا فيه اللي جابونا صلاة عبد المقصود هذا الرجل محدود الإمكانيات محدود الموهبة ليس له تاريخ ولا جوارافية عشان يتحكم في الإعلام ويقوم بمدعبة ومعكسة بعض الإعلاميات على الهواء ده كان شكل مصر أن خيرة الشاطر هو اللي يحكم ويتحكم في مصير الدولة المصرية أن المرشد محمد بديع هو اللي يصدر تعليماته إماء منه بتحرك جيش مصر صوي بسوريا شكل مصر كان هيبقى إيه الحريات الحريات اللي باعيها حريات عامة حريات الفكر التعبير الفن المصرح السينما التعليم الإعلام الناس اللي بتتكلم الناس اللي بتعترض الناس اللي بتقول رأيها لا أسوأ شيء هو الاستبداد وأسوأ أنواع الاستبداد هو الاستبداد باسم الدين لأنه أنا ممكن أختلف سياسيا معي وحد يقول لي أنت ضدي وأقوله أنا ضدك مختلفين متفقين يمشي الكلام لكن أسوأ شيء أن أختلف مع واحد يقول لي أنت كافر أنت بتكره الدين أكلم أقوله أنا ما بكرهش الدين أنا بكره حضرتك أنا مش ضد الدين أنا ضد حضرتك يقول لي أنا الدين أنا صوت الله في الأرض أنا معايا توكيل من ربنا أن أنا أحكمك وأن أنا أكفرك أو أن أنا أخليك مؤمن أدخلك الجنة بكلمة مني وكفرك واخرجك ودخلك النار بكلمة مني برضو السيطرة على عقول الناس باسم الدين والاستبداد باسم الدين هو أخطر أنواع الاستبداد تاني أنا عايز الناس تفتكر ما زالوا لم يكن هناك صورة شعب في 36 زي نفس السؤال ما زالوا لم يقب محمد علي بمسبحة القلعة كان يبقى إيه؟ الوضع